السلام عليكم طلاب الصف الثالث متوسط بهذا الفيديو راح نحل صفحة 22 وصفحة 23 وصفحة 24 من الوحدة الثانية من كتاب النشاط الجديد للصف الثالث متوسط هو جديد بس جنة محترق يلا على العموم أول شي هذا عندنا تمرين استماع ابنية تسولف على عطلتها المثالية وتسولف عن الشيالات اللي تستمتع به فهناش قال لك استمع إلى حديث ريمة حول عطلتها المثالية خلي علامة صح عن نشاطات اللي حقا تستمتع به فسمعنا الملف الصوتي وعرفنا بأن النشاطات اللي تستمتع به هي رقم 5 ورقم 6 ورقم 3 هاي حايكينغ بالجبال التنزه بالجبال وهاي اكتشاف أماكن جديدة وهاي تذوق طعام جديد أو أنواع من الطعام جديدة نجل هنا أنا هنا أنا قايل لك استمع نفس الملف الصوتي استمع مرة أخرى واختار الكلمات الصحيحة هذا حتشيها هي لبنية بس هو مخلي لك كلمات هنا مختلف واحدة من عدن حتشيها والثانية هو ضايفة فاللي قالت بهاي الجملة لايك ما أتدقر على ما أطول عليكم لأن عندنا موضوع أهم من هذا وهنانا أيضا اختارت هايكينغ وهنا انجوي تايستينغ انجوي مثل ما يشوفون الحلقة قدامكم نجي لهذا التمارين أخوان هنا أنا قال لنا أي فعل يذهب مع كل كلمة أو كل كلمات هنا جايب لك أفعال وهنا جايب لك أما كلمة أو كلمات يقل لك يا فعل من ذني يروح ويدني يعني راهم ويدني اكتب العبارات يمكنك استخدام الفعل نفسه أكثر من مرة يعني يقل لك مرات هذا الفعل تقدر تستخدمه مرتين أو ثلاثة حسب شوفوا ويا مراهم خليه احتمال يرهم ويهاي ويهاي عادي خليه ماكو مشكلة تمام؟ فراح نجي راتبهن ويشوفهن ذن الأفعال ويا من يرهما من ذن الكلمات هوا حالها الذهاب إلى السينما الذهاب إلى السينما الذهاب إلى التسوق الذهاب إلى اسطياد لأسماك هوا نجي راست شون نقول أخذ لك استراحة أو هيد شي هوا نجي راستخدام أحصل على سفرة أو نزهة أقرأ قصة أحرز نقطة أقضي بعض الوقت راح مات لا يوجد مشكلة يعني تقدروا تبدل هاي بهاية وهاية بهاية تمام نجي للبعدها البعدها هناش طالب من عندك طالب من عندك تختار خمس عبارات من التمرين الثاني خمس عبارات من هذا التمرين اختار خمسة من عندهم تمام اكتب جملة كاملة write a complete sentence for each one اكتب جملة كاملة لكل واحدة لكل واحدة من العبارات اللي اختاريتن انت تمام الخمسة منطق مثالي عائلتي تحصل على سفرة كل جمعة منطق هذا مثال فانت تكتب اللي ببالك اخوان يعني التمود تجيين تقليها ليش كاتبهيج اكتب اللي ببالك اي شي مو مشكلة بس كون صحيح اختار اي خمسة من عندهم واكتب اللي ببالك اللي كتبتهم انا اذن تريد تاخدهم تريد تكتب غيرهم ماكو مشكلة امي تذهب للتسوق كل عطلة نهاية اسبوع انا بالعادة اشاهد التلفاز بالليل اذا ركلت الكرة بشكل جيد انا سوف احرز هدف اذا اجابت على السؤال سوف تربح او سوف ايضا تحرز نقطة ارغب بان اقضي بعض من الوقت معك تمام يجي هنا اكمل الجدول مع الافعال بالصندوق هذن الافعال هنانا شنو من صندوق هذا خلن نفتهم اخوان احنانا طالب من عندك قوة الفعل يقل لك هذا الفعل قوي كلش هذا اضعف منه شوية وهذا اضعف من الفوقها وهذا اكس وهذا اكس كلش تمام فنجي هنا الافعال شنو دني شنو معناها لا يعجبني اكره هذا تحسه قوي ومن جماعة الاكس يعجبني استمتع به حقا و اللي هو اقوى شي اللي احبه معناه ف نخليها امه ثلاثة صح وهيا نخليها امه ثلاثة صح والاضعف من عندهن like نخليها امه الصح وحده و don't like نخليها على امه الاكس الوحده قوتها جاي نوصف قوتها طبعا و hate امه ثلاثة اكسات الخاطرة كلش فهنا نشقاي لك use the verbs in exercise 4 استخدم الافعال من هذا التمرين to write your personal opinion لكتابة رأيك الشخصي on three holiday activities حول ثلاث نشاطات العطر او النشاطات القصد اللي تسويها بالعطر فاحنا جبناهن ذني جبناهن بسيطات بوقناهن من هذا من حجة هاي تمام نجيب عليكم شي صعوب I love cooking on my holidays طبعا اخوان اكتب الشيء اللي ببالك انت بس استخدم ذني الافعال تمام احب الطبخ بعطلاتي I hate hiking in the mountains اكره التنزه بالجبال I really enjoy exploring new places انا حقا استمتع باكتشاف اماكن جديدة اكتب اللي ببالك مو اللي تكتب ذني اوكي بس استخدم ذني الافعال استخدم ثلاثة من عدن اي ثلاثة ببالك نجل هذا هذا اخوان هذا نفسه حال للكم بالكتاب الملون حالة وناشرة تعبر واحدكم شوية خلي طرعلكم واتنقلوا طبعا هو شديد معدك اريدك ترقمهم ترقمهم وهنا سألك سؤال قال لك where do the boys decide to go اين يقرر الاولاد الذهاب وين قرروا يرحون جوابك تقول to the mall to the mall الى المركز التجاري بعدين قال لك رتبهن كما تسمعهم هو ملف صوتي يقل لك رتبهن كما تسمعهم مثلا سمعت هاي اول شي خلي عليها رقم واحد مثلا مثلا جاي يقلي سمعت هاي كان الشي خلي عليها رقم اثنين وكذلك بالسرة لما نتكملهم كلهن خلي اراويكم الحلمالتنا انا حالهم كتاب بالكتاب الملون كتاب الطالب هذا الحلمالتنا اخوان اول وحدة هاي المهم وقف الفيديو ونقلوهن براحتكم بس هذا الموضوع شوي اخوان اريد تركيزكم وياي قال لي complete the sentences اكمل الجمل with the correct form مع الشكل الصحيح اخوان جايب للفعل نفسه بس باشكال مختلفة اوكي هذا الفعل go مرة جايب لي to وبعدين جايبة مرة جايب لي بس هو بس هو المصدر ما الفعل بس هو ومرة جايب ليه باضافة ing فراح نتعلم اشو وقت نستخدم هذا بلا ing وشو وقت نستخدم المصدر وشو وقت نستخدم اللي قبله to اوكي فاول وحدة قايل لي where would you like اخوان اين ترغب بالذهاب ما طول عدك would you like هاي مباشرة يجي وراها to بعدين مصدر فيا هي من عدهن to وبعدين مصدر الاولى to go خليه اين ترغب بالذهاب هذا ال afternoon بعد الظاهرة how about اخوان هاي how about من تجيني مباشرة يجيني وراها فعل باضافة ing فيا شكل من ذن الاشكال باضافة ing اخير واحد going going تمام how about going to the park ماذا عن الذهاب الى المتنزح الباك i'd rather هاي i'd rather اي بمعنى افضل هاي شي جيني وراها يجيني وراها مصدر مباشرة وين المصدر بيهن هذا go زين هذا مو قو ايه هذا هم مصدر صحيح بس قبله to ومن عندي i'd rather قبل اجيب مصدر ما اجيب to وبعدين المصدر قبل مصدر فاقول go بس هاي go i'd rather go to the beach and play football افضل بالذهاب الى الشاطئ ولعب كرة القدم why not هاي ايضا يجيني وراها مصدر مباشرة لماذا لا واجيب go واخليها to the fun fair to the fun fair i'd love هاي تجيني وراها توب بعدين مصدر اوكي فنختارها ذكرها yes let's hi let's يجيني وراها مصدر مباشرة فاقول هذا اوكي اخوان اتمنى تكونوا استفادئتوا من عدة هذا الموضوع طبعا مهم شارح لكم بكتاب الطالب شرح مفصل اوكي شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم خاد rap